بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله إخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وفي أحسن الأحوال إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى قد نعمل معكم هذا الوكول اللي هو أمامكم اللي كيجيب بهذا الشكل هذا بالجوهر وبالسلسلة في الوسط والتعليقة واللي نتمنى أن نويني الإعجابكم قبل أن نبدأ من الناس الذين تحققوا بالقناة أول مرة لكي يعملوا الشركة في القناة ويفعلوا زيل الجرس لكي يوصلوا بكل ما هو جديد ونبدأ على بركة الله بالنسبة للمكونات ستكون كالتالي سيخصنا 50 سنتين في إثنان من خيط الخياطة النوع الممتاز كراث الذهب من حجم 2 مليمتر لفيرموار أو سدادات بشكل هذا الخراث أو لزانو نحتاج له المرسم من السلسلة والجوهر ونحتاجه كذلك المقص مصطرة بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ الآن ونلقيه بالخيط كأول خطوة في هذه المرحلة الآن نقوم بتركيب الآلئ أو الجواهر بعد الشكل الروتيني بحيث كان عمله قرابة 18 أو 19 سنتين ثم نتابع العملية نسبة للحجم ديال هاد الجواهر فهو 5 مليمتر يمكن لكم تعملوا حجم أكبر أو أقل حسب الاختيار ديالكم إذا فبعد ما ملأنا النصف الأول من الكولي للطول دياله حوالي 19 سنتين نضيفه الآن طرف سلسلة ثم نضيفه تمنيه ديال الكورات من الذهب اللي كيتوسطهم أربعة ديال الحبات ديال الجواهر ثم نتابع العملية الآن غدين ملأ طرف سلسلة بكورات ذهب للعدد ديال هم ربعة ديال الكورات اللي كتوسطهم واحدة تعليقه كاللاقيه الآن الطرف الثاني ديال السلسلة بالخيط ثم نتابع عملية الملء بنفس الطريقة اللي بدينا فيها في الأول بحيث كيكون المقاس ديال الطرفين متساوي إذا فكيفما كتشاهدوا معنا فالآن نتهينا من ملء طرف الثاني الآن غدين ناخد الفيرموار أو السدادة غدين نضعها بعد شكل هذا ثم كنعملوا واحد زوج ديال العقد وكنزولوا بقائي الخيط إذا ايزائي المشاهدين فهذا هو الشكل النهائي ديال الكلية ديالنا بعد ما كملناه اللي كيجي رائع في شكل دياله كيفما كتشاهدوا معنا اللي كيجي مقبوط على العنق حسب المقاس اللي عملناه فكنتمنى أن هذا العمل هنا لإعجابكم وكنتمنى أنكم تدعمون أكثر باللايكات ديالكم بشجعون المزيد من الأعمال إن شاء الله والآن ما بقى لي إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم فرصة قادمة إن شاء الله فأنتمنى لكم دوام الصحة والعافية أهوش المباركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته